اشتركوا في القناة وفي العالم العربي وخصيصا في الجزائر في الجزائر العاصمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم اخوكم قدور الهادي المسمى ليعطلو ملود من الجزائر العاصمة من قلب الجزائر ليومرنا يوم العالمي للعمار في الجزائر وفي العالم العربي وفي العالم باسر هنا في قلب الجزائر بالعاصمة ليومرنا الميامي 2016 الساعة بالضبط هنا في قلب العاصمة راهي 23 بالضبط توجوخ قدور الهادي سوسوخ في بو بارتاجي حبيقسم معاكم بعض شروحات حول الويقاية كنت تطرقت في دو فيديو باسي حضرت على الويقاية من حوادث المرور حول والان من حول في الوقت وفي عائل عائل هنا وعندما هذا اليوم حبيقني بمتارك الأ هذا بسألات على واعي الواعي الجميع إنسان يجب أن يكون واعي 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 لازمش يفقد الوعيته خطر وإذا فقد الوعيته ورح يديرها تصرفة خاطرة لتقدر تكون مأساة بعض من العمال ناس تخدم على على أولادهم مثل مثلا رجل الحماية المدنية مثل شورتي مثل درقي مثل إنسان يتصرف بهاكدك سان رسپنسابلتة سان اسمي لرسپنسابلتة يقدر يديرها تمرور يقدر يديرها ناتي كم واحد المثال بسيت بسيت و بسيت جدا ولكن خاطر جدا في نفس الوقت كيما احنا يا فترقان انا يا انسان كيما انتوما ناقص ربي هو القوي العظيم الذي لا يغفل ولا ينام انا انسان ضعيف كيما انتوما ممنى ساعات نمشي فتريق وما نعطيش الاهمية للاشارات الموضوع على هافة الطريق يتحدث السرعة مثلا لكينجو خرجين من البروتال السيدة لبساجة يفسحوا الطريق هاد الاشارات لما نموضوعين شبح وقدر ما طبلو حت طبلو لوحة فنية في حت ثالث سيداتي اواني سيداتي هادي الاشارات راهي موضوع لكون دكتور مستعملين طريق وهاد الاشارات موضوع كي الناس مختصين لوضعوا الاشارات هادو مختصين وتخدمك مراحة تخدم حتى واحد تخدمك اللي راكم مستعمل طريق ديوم فهاد العشية لازم الانسان ولازم لانتانيك معكم كإنسان كيمانتوما كي تكون تمشي في الطريق لازم تراعي مليح لبلغ دو سينياليزاشن وتشوفهم مليح وتتأملهم مليح وراحة رايحة هاديك البلاكة هاديك رايحة بالفايدة عليك وعلى أسرتك ولا أهلك رايحة تخدمك انتال بلاكة هاديك بلاكة كاتر فانت حديد السرعة فهد المساء نعطيكم واحد المثال بسيط باش تعرفو حجم أخد عين بالاعتبار هاديك الإشارة وكي ما تاخد هاش بعين اعتبار وتجوز عليها شغل رايحة جزت على الصجرة بلا ما تاخد بعين اعتبار هاديك الإشارة على هاش رايحة موضوع لتماكم بقابلاتك انتا اوتان ك كونتكتورا كتمشي في طريق وخليتها موراك بلا وعي وما لبالك مثلا نعطيكم مثل اليوم ما نديروا له شيء ما لأولون نقصر معكم هكذا شغل راكم قدامي ونحكي لكم متعب مثلا ركت اليوم صيف نهار شباب بسمها زرقة نهار شباب لهو مليح خرجت انتا وصحابك رحتوا تحوسوا رحتوا للغابة الغابة هذيك اللي رحتوا تحوسوا فيها جستوع لبلاكة فيها بلاكة هذيك جنرال موت كون في زفق الدم غابة هذيك البلاكة مصور فيها صجرة وقرد جلمت باللي بالك كون حضر نعراه يكين غابات تقدر ترميس إيجارة تقدر تقدر تحبس داخل الغابة ندير حفرة وتروح تجيب لحجر وتروح تجيب معك سردين وتجيب معك المرقاز وتدير شواء وتاكلوا وتفرحوا وتزهوا وبعدها تكملوا وبعدها تروحوا لديوركم فرحانين ولبس بكم وهذيك النار اللي شعلتوها ودرتو عليها شواء لهو بالتاني كيف كيف درتوها شغوله هذيك البلاكة اللي كانت تنبهكم قبل ما تدخل للغابة ما خديتهاش بين اعتبار نسيي أنا حندلكم شغول نسي ناريو مرمينتو ما خرجتو من الغابة هذيك البلاكة اللي ما خديتهاش بين اعتبار ما قيمتهاش ما عرفتهاش باللي راي في فايتك شوفوا شقدر يصرها من بعد يمتت صندر صغيرا تعالح طب اللي خليتوها مشعول في نفس الوقت انتهي غادرت المكان يقدرين ندريح والله سبحانه عز وجل هو مغير الاحوال يقدر ينود ريح وما مدنيت تشلوها ايفا كوي لحشيش خليت غير الطراب وعرفت كيفاش دير اللي ميزورتات يقدر ينود ريح تنتاقل هدك المشهب تعال النار هدك ينتاقل كالصجرة وزيد مع القوة تعال الرياح ولاخر شعل نار كبيرة ولا رمي تسجارة ولا هديك النار هديك يتشعل اي فيها الف حساب وحساب ديرها ملاح في بالك مسيو الكندكتور سيدتي اواني سادتي هديك النار كي تشعل راحة تقدر تكلف خسائر كبيرة وكبيرة وكبيرة وما نقدرش نوصفها لكم واش تقدر تدي لها هديك غابك يتنحرك الحماية المدانية نوبيهية وبالمطرية تحها كومبلي وبالكوامين تحها وبالزيليكوبتور وبالك هات شي كامل ما يكفيش وزيد بالك الجيش الوطني الشعبي يزيدوا يكلفوه بالموهمة اذا كانت النار وكانت رياح قوية وزيد على كده وعلى ذلك يقدرو يموتو ناس في الميدان هادة على الحريق هادوك المصلحة على الجيش ولا المصلحة على الحماية المدانية يقدرو يموتو لهم دي 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 د د د د د د د وخاصة الولي كانت النار كبيرة وليزيليكوبتور والكوامن واحد الشي اللي علاجان قرد زناميت خشبة خليتها شعلا غير مراعات خليتها شعلا ورحت بلك يموتوا لهم الزيليمون تمك وهدوك الزيليمون للا يبلي قدر بعيت ان شاء الله ما تصراش قاعد الحكاية لاني باش الانسان ياخد وعيه على المراعات تاع البلاكا كي تكون محتوطة فحا في التارك القيمة تحها واش تصور تكادوك رجال الحماية ورجال جيش الوطني الشعبي نحييه يقدرو يموتوا لهم الزيليمون تمه إلا كانت نار كبيرة وكانت رياح قوية النار حد زيت وما يقدرو لهاش بالكوامن ويسخروا قاعد الماتريال تحهم وبلزيليكوبتور يجبدو من الويدان لما يزيدو يرموه هاد الشي كامل ويقدرو يموتوا لهم ديزيل يموتوا على جامل على جامل بلاكا محتوطة في حافة التارك تخدمك انت وتخدمهم هم خاصة انهم ممسكوا وتخدمك انت تانيك بختيتها شبع الاعتبار وجزت عليها حطبة نقولها بالدلجة بلاكا هديك جزت عليها لوحة نحنا نقوله جزت عليها حطبة واحد جزت عليها حطبة فقالي السلام عليكم جزت عليها حطبة بلاكا ما تاخدها شبع الاعتبار ما يشبح ما يشطبلو يزينو بها الغابة شوف الليكونس موراها كما تاخدها شبع الاعتبار شوفو شقدر يسرع هدي بتاع بتاع سجراو فيها قولت زالة ميت شوفو شقدرتي فيدي وخلي واحد اخرين لي بلاك واحد اخرين بتاع قانون المرور الموجودين على حفة التارك نطرقو ليهم واحدة بواحدة اليوم طرقت تاع الغابة ان شاء الله هنكون خفيف الضرف عليكم وردو بالكم اخواني اخواتي مستعملين الطريق ردو بالكم و لازم بخوني لشوز بسكو الروح تاع بنادم عزيزة بزاف بزاف خاصة انو لكن هادك البنادم عندو اهلو عندو اسراتو عندو ولادو صغار ومجايين للدنيا ويسحقوه ردو بالكم بزاف بزاف وللحديد الباقية ان شاء الله اتركوكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة